ضع حمض الليمون على الفحم كنز وانت لا تعلم بيخفيه عنك أصحاب المحلات يوم راح ألمكن على طريقة غير شكل بداية تجيب الفحمة و تدقوها بهيدا الطريقة بعد ما تدقوها و تصور مثل البودرة بهيدا الشكل منضيف عليها حمض الليمون بهيدا الطريقة هلا هون احنا كيف راح نستخدمها راح نستخدمها بطريقة كتير حلوة هني لفرق السيراميك كل شي مصدى عنا راح يروح بهيدا الطريقة هلا راح تشوفوا الفرق كيف كانت الحنفية كيف صارت تمدوها لهيدا الطريقة و بعتوها لغيركم حتى يستفيد رجعت هوني عنا بتلمع لمحا ما تنسوك راح علمك على فكرة كتير حلوة لما نحنا نطبخ اي طبخة نحتر وما نحط الغطة بطريقة كتير حلوة يمكننا اول مرة بتعرف فيها مثلا اذا كنا عم نعمل روز او عم نطبخ اي طبخة بتجيب الغطة وان بتحطيه هوني على اليد بهيدا الطريقة وهون راح يثبت معانا مستحيل يوقع نهائيا هيدا الفكرة حبت تخبركن عنا يمكن في ناس ما بتعرفها هلأ صارت راح تعرفها من ورق الغطة الطنجرة بعتوها لغيركم حتى يستفيد حتى شو يعتمدها دايما شايفين كيف تجيبوا هيدا بتحطوها بهيدا الطريقة وهوني راح يثبت معانا بهيدا الشكل شو رأيكم؟ لان ترمي قنين الببسي من بعد مشاهدة هدا الفيديو اليوم جبت لكم ثلاث افكار وثلاث حيال بالقنينة الببسي كيف راح نقدر نستخدمه؟ بداية انا حميت السكينة وقصيت القنينة بالنص متل ما شايفين هلأ هوني احنا كيف راح نستخدمه؟ اذا عنا مثلا مقاصة مفاكة 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 البغراغة اياش اول لعدية يلي بستعملها ازواجنا بقلب البيت فينا نحطن بهيدا الطريقة متل ما شايفين؟ وثاني فكرة فينا نحنا نستخدمها تحت نحط فيها الادوي بهيدا الطريقة وثالث فكرة فينا نحط الكب بيت بقلبه اذا كنا نحنا راح نعم شوار قلم جاف طفح على ايديك وعتغسلي بالمي لهم راح علمك على طريقتين وفكرتين بعقدوا اول فكرة بتجيب اي ريحة متواجدة عندك بتحط شوية صغيرة راح ينزل كل الحبر اللي طاف على ايدك بهيدا الطريقة وثاني طريقة والاحلى من هيك هي عبارة عن الاسيتون او الكحل بتحط شوية ايديك وكلهم راح ينزل بهيدا الطريقة بس من نوعين من الريحة والاسيتون راح يروحون نهائيا باع الفزلين على البنطالون وخاصا الجينز راح نلمك على فكرة بتعقد بداية منجيب شافة من الجينز بهيدا الشكل وشو منعمل منجيب الفزلين شوية صغيرة ورح نحط نوان على اللقماشة الجينز بهيدا الشكل اذا بحال انت انقطعت الكهرة بديك توالعي موقع دي بديك توالعي اي شي ما عليك اللي هتحط شوية فزلين بهيدا الشكل وتمرغيهم كتير منيح بقلب بعض وهون راح نجيب قدي حقوم راح نجيب شامعة ورح تشوفوا قديش راح تضايننا لمدة كتير طويل لحتمدوها وطريقة غير شكل متل ما شايفين شايفين؟ يعني كتير سهلة وانا ديما باعتمدها بس بدي دور الاظان على الحطب ضع البيضاء جو الاكياس في الازازة واكتشفي السير فكرة ما حدا بيعرفها نهائيا يوم راح هنمك عايد الفكرة ديما تحتمديها وبعطيها لغيرك تحتى يستفيد بداية انا عندي هون الانينة عملت لها هيك ثقب متل الشباك شو راح اعمل راح افوت بقلبها الاكياس بهايدي الطريقة ورح دخل البيض بقلبها اذا بحل مصل انت يظهر على مشوار طويل ومخدي معاك بيض او خايفان انت يتكسروا معاك ما عليك الى تجيب الاكياس بهيدي الطريقة وبالدخل البيض وهيك مستحيل يتكسروا معاك متل ما شايفين تمدوها لهيدي الطريقة وكتير حلوة ما تنسوني من اللايك وشير ولكم